وصلت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشأة التجارية استمرارا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة نعم حيث تم تفتيش أربعين محلا ومنشأة تجارية للاطلاع على امتثالها لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 15 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد الجرائم أو جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته